السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاهد الدينية نظرا لفائدتها العظيمة فإن ذلك لا ينبغي أن يحجب الحقيقة الكبرى وهي أن القرآن الكريم هو علم الله لهداية الإنسان بالبيان وأضاف الوزير بأن هذه الهداية سخر الله فيها الإنسان لإقناع أخيه الإنسان بالتي هي أحسن ويتوقف تبليغ هذه الهداية على تقديم شروحات ولم يعد مقبولا أن تتسع الهوى بين ما يعرف الإنسان من حقائق عن نفسه وبيئته وبين الفهم الذي يقدمه له بعض المبلغين على أنه مراد الله في القرآن ودع الوزير إلى إحداث مجامع لعلم التفسير يتحاور فيها كبار المتخصصين في العلوم الإنسانية والشرعية لإنتاج علم جديد يكون بديلا عن علم الكلام القديم